هذا المقطب جبينه عند الصباح لماذا يعني ياتي بالأخبار حتى المتوقعة من سوء وشر ربما لا تأتي يعني الناس من خوف الخوف في خوف ومن خوف الفقر في فقر ومن خشة المرض في مرض يعني الوهم يقتل صاحبه والمؤمن لا يعرف الوهم وهذا الحديث الذي صدرت به أمس آمنا في سرب هذه نعمة الأمن وأكبر أمن أمن القلب أن يؤمن بالإيمان ولا يؤمن القلب إلا بالإيمان لأن هذه مادته أما مادة الهم والغم هذه ليست مواد القلب لا يجب أن ندخله في معمعة الحياة بالعكس والإنسان دائما صدق التوكل مع الله هو الذي يصنع الخير ولذلك قال أهل العلم الذي يرتقي بالإيمان تكون علاقته بالله كعلاقة رضيع بثدي أمه لا مكان له إلا هذا المكان هو لا علاقة له تجب أن تكون إلا بالله سبحانه وتعالى ولذلك عندما يستشعر أن الله هو الذي كما قيل لأبي حازم يا أبي حازم ألا تخشى الفقر قال أخشى الفقر ورب الذي أعبده له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرة هذه الثقة سبحانه إلا الله فضل الشيخ ودنا كذلك يعني أبي الرسالة لمن ذهب الآن إلى عمله خارج من بيته ذهب إلى عمله عنده هموم عمل ولا عنده مشاكل مراجعين ولا عنده زحمة والآن هو يستمع إلينا في سيارته ذهب ماذا نقول له أنا أقول له أولا جدد النية أنا لماذا أذهب إلى العمل هذا هو السؤال ما يعني ما وسيلة إعماري لكون الله الذي أمرني رب العباد بإعماره والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها هذا الاستعمار كيف أستعمره يعني طبعا المصطلح الغربي مصطلح يعني استعمار الأرض أنت هل تعمر الأرض بأن تقطب جبينك في وجه المتعاملين معك هل تؤذي موظفا تحت يدك هل تنافق المدير الذي عندك هل تتحدث عنه حديثا سيئا تنقص من حسناتك في هذا اليوم أن تذهب إلى العمل لتكسب دنيا وأخرى أما أن تخسر دنيا وأخرى هذه كارثة أو أن تخسر الآخر هذه كارثة أكبر أو أن تعمل لإرضاء الآخرين على سبيل أمور أخرى هذا كلام غير طيب ثم ثق تماما أن قولك الحق بأدب وقولك الصدق بس بأسلوب مهذب هذا لا ينقص أبدا ولا يؤثر عليك سلبا الأمر الثاني أن نجدد النية مع كل إنسان لأن صاحب الحاجة أرعن سماء الله يأتيك محتدا عليك يأتيك سبحان الله منفعل عليك عنده مشاكل في بيته فأنت يعني اسبر له لأنك تعمل لله لا تعمل لأحد وعندئذ يأتيك المال حلالا فلو أن سبحان الله المال دخل في شبهة وفي حرام وعدم يعني الصدق أو أخذوه من حلال فتختمم أن هذا يؤثر على الأولاد كان أبو حنيفة له من العمر أربعين يوما ودخل أبوه فوجد جارية ترضع فدخل لزوجتي وقال لأم أبي حنيفة من هذه قالت جارية جيراننا وجدتني مشغولة والولد طفل يبكي فأرضعته قال أم الذي أعلمك أن ما لهم حلال خرجت الجارة لما سمعت وضع والد أبي حنيفة إصبعه في فم أبي حنيفة فأرجع ما شرب فكبر أبو حنيفة وصار أبو حنيفة وعنده أربعين وخمسين سنة كان أحيانا يرتج عليه يتلعث الكلمة لا تطيعه أحيانا يقول لعل قطرة لبن من لبن الجارية ما خرجت مع سبابة أبي فلماذا أرجع هذه المقاييس فإذا قاس الإنسان بهذا الشكل يذهب إلى عملي وهو من شرح الصدر مستعد أن يخدم والسبحة تهون عليه المشاكل رب العباد يهون عليه المشاكل اللهم اشرح لي صدري وقو ظهري ثم تاتي المشاكل بعد ذلك الدنيا ليست قائمة على التكريم الدنيا قائمة على الابتلاة والامتحان ولا نبلو أنكم لا إلى